هنا اطلانتك بقى مع الامير محمد بن سلمان وبرضو هنا ملاحظة اخرى مهمة كل الحكام العرب والرؤساء العرب والولوك العرب بيكلموا بحرية بحرية اكبر وبشفافية اوسع مع الصحافة الاجنبية يبدو ان الصحافة العربية عودت حكامها او حكام الصحف العربية عودوا صحفهم بانه يبقى الحوارات رسمية وفاش حرية ولا شفافية وواضحة ومقتضبة ومرتكولية وما بتوش حاجة جديدة عايز تقرأ افكار الرئيس او الملك او الامير العربي اقرأ حواراته مع الصحافة الاجنبية او شوف حواراته مع التلفزيونات الاجنبية الصحف الاجنبي بيكلم الحاكم العربي وهو حر مش مضغوط من حاجة مش خايف يحصل معا ايه ويحب يقول اسئلة اللي في دماغه طبعا الاسئلة كلها اسئلة صحفية وفيش اسئلة يعني خارج حدود المثاق المهني ولا الشرف المهني ولا وفي حدود اللي يقت التحدث مع رئيس دولة او مع ملك دولة دي الحدود المهنية الطبعية بس بحرية فبيقدر والرئيس او الحاكم العربي او الملك او الامير بيرد على زي الاسئلة اولا لانه لديه رد زي دي انه عايز يقول للعالم انه عنده افكاره واراءه وسياساته فبنسمع منه دون تهيب وبنسمع منه افكاره برحابة وبحرية ونطلع عليها بينما لا نستطيع ان نطلع عليها في الصحف العربية ولا التلفزيون العربية خالص اتفرج على حوار اي رئيس او حاكم عربي مع تلفزيون بلاده او مع صحافة بلاده ولا شيء يعني بردوكولي رسمي جدا يعني مهزب للغاية اسئلة يعني متوضية جمد اوي يعني حاجة يعني انا فاكر حوار عمله الشيخ الصحفيين المفروض باكرم محمد احمد الله ارحمه مع رئيس حسن مبارك وكان اعيبها الكلام عن دور جمال مبارك في الدولة والتوريسه الكلام ده موجود في الكتب على فكرة الحوارات دي بتسجيء وزارة استعلامات او مصادة استعلامات كل حوارات الرؤساء في مصر بتضمها في كتب وثائقية موجودة يعني عشان ممكن تراجعوا كلام اللي بقولوا ده فمكرم محمد احمد الله ارحمه بقى سأل الرئيس مبارك الله ارحمه ايه بقى السؤال قال له سيد الرئيس اغفر لي اساءة الادب هل يلعب السيد جمال مبارك دورة في السياسية حريس ويد اعتبر انه سؤال صحفي طبيعي ملايين المصريين بيقولوا اساءة الادب وده كان نقيم الصحفي وقتها ورئيس ماجلس دارة الهلال دارة الهلال اعرق دور المصر هو صحفي كبير جدا مجرح اغفر لي اساءة الادب فما فيش حد بقى بيروح يسأل حكام عرب ويقفر لي اساءة الادب